السلام عليكم أهلا بكم طبعاً اليوم بنا نحكي عن مرض معروف اسمه الفصام الشخصية طبعاً هناك خطأ شعر أنه انفصام هو ليس انفصام هو فصام اسمه طبعاً هناك اعتقادات كثيرة حول بسبب العراض الأحيان تكون غريبة اللي تظهر بهذا المرض يتم ربطه بأشياء بالأرواح وبالجن هو دون الإدراك أنه حقيقةً هو مرض ويحتاج لعلاج معين عادةً مرض الفصام يبدأ المريض يعتقد اعتقادات هي غير موجودة حقيقةً بس هي يقين مطلق بالنسبة له كان يعتقد أنه هو مضطهد أو مراقب أو هناك مؤامرة حوله أو ممكن حتى المقربين منه يضمروا للشهر ويحاولوا يأذوب عن طريق وضع السم إلى آخر ما هناك بالطعام أو زرع كاميرات لمراقبته أو مراقبته أحيانا حتى هاتفه والفيسبوك إلى آخر ما هناك طبعاً المريض في هالحالة يشعر بخوف شديد أنه هو مراقب أو ملاحق هذا يؤدي إلى اضطراب بسلوك المريض كان يكون عدواني لأنه يعتقد أنه عم يدافع عن نفسه كذلك يضطر بنومه هناك بعض الحالات تحدث فيها ما نسميها إهلاسات سمعية أنه عادةً يوصفوه شعبياً أنه المريض يحكي مع حاله هو عقيقةً مريض يكون عم يسمع أصوات أصوات هو حسب كل مريض أحيانا تكون لأشخاص آخرين أحيانا نسمع أصوات هو يعتقد أنها الملائكة أو إلى كائنات روحية إلى آخر ما هناك المريض يكون بها الحالة في حالة انفصال عن الواقع التواصل معه بالطريق المنطقي غير مفيد أنا أنصح عادةً لأسف الشديد الأهل يحاولوا عن طريق أخذوا إلى مشايخ إلى آخر ما هناك لاعتقاد أنه قد يكون هناك هذا مس أو إلى آخر ما هناك هذا طبعاً له أضرار كثيرة أنه يعيق خلينا نقول أنه يأخر مراجعة المريض للطبيب لتناول الدواء المناسب إليه أنا أنصح الأهل عندما مثل أحد أفراد الأسرة يبدأ أنه يتكلم عن أشياء غريبة يعتقد أنه مضطهد أو مراقب أو يصير عنيف أو يضطرب نومه لجوء للطبيب مباشرةً لأنه علاج الفصام بالبداية يعني غالباً ما يكون شافي يعني إذا عولج بالبداية نسبة الشفاء التام تكون أكبر لكن تأخر المراجعة قد يؤدي إلى أنه هذا المرض يصبح مزمن المريض يعني يكون مصاب بالفصام حتى نهاية عمره وممكن يحتاج للدواء مدى الحياة أما بالبداية قد يكون أعطاء الدواء لفترة لسنة مثلاً قد تكون شافية لهذا المرض طبعاً هناك عند البعض الخوف من وصمة العار أو شيء عن طريق العرض على الطبيب النفسي من المؤكد أنه محاولة الأهل لإخفاءها هكذا حالة سوف تفشل لأنه المرض راح يتطور يخرج عن الطور المريض قد يتحول شخص عنيف إلى آخر ما هناك فيكون الأهل مضطرين بها الحالة لعرضه على الطبيب أو نقله إلى مشفى فبالتالي أنصح الأهل مجرد أنه يشوفوا أعراض من اللي حكيناهم عند المريض يروحوا لعند الطبيب بدون أي إضاعة للوقت لأنه بها الحالة بتكون نسبة الشفاء أعلى بكثير